بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير تطورات مشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة في أفريقيا والخطط المستقبلية للتوسع في إنشائها وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع إنشاء مزارع مصرية نموذجية مشتركة في أفريقيا يعد أحد المشروعات التنموية المهمة لتفعيل العلاقات مع دول القارة لافتا لحرص الدولة المصرية على نشر منظومة هذه المزارع بالدول والتجمعات الأفريقية كوسيلة من وسائل التقارب وتعزيز الروابط مع جيرانها من دول القارة في ضوء مساعي القيادة السياسية لتحقيق التكامل مع أشقائنا الأفارقة